السلام عليكم فوز عريض كالعادة من بايرن ميونيخ وهالمرة على أتلتكو مدريد وهيك يحقق بايرن 12 فوز متتالي في دوري أبطال أوروبا كأكثر الأندية تحقيقا لهذا الرقم وبايرن الآن أصبح النادي المكروه رقم واحد من الخصوم بهاي الحلقة مسكنا الفريق وفكفكنا الأداء ويلا على التفاصيل بدأ البايرن اللقاء بخطة يوتيوبر فلسطيني معتسم زقوت 34 سنة مقيم بقطع غزة وهو بالأصل لاجئ من مدينة أسدود المحتلة دخل معتسم عالم اليوتيوب من حوالي أربع سنوات لكن بسبب بعض الظروف يلي واجهته وانشغاله بالعمل كان بأجل تنفيذها ليتمكن في ربيع 2018 من إطلاق برنامج من خلال قناته على يوتيوب وشهدت القناة من بعد أول فيديو اشتراك أكثر من 3000 شخص فيها الأمر يلي دفعوا للاستمرار وإنتاج فيديوهات جديدة اللي بميز معتسم هو طبيعة محتوى على اليوتيوب فبيعمل على الدمج غريب جميل وراقي بين الأدب والرياضة وهو أسلوب صعب ومش أي شخص بيقدر يتقنه بتعتبر صفحته على يوتيوب مختصة بكرة القدم وتحليل المباريات الأوروبية والعالمية لكن أسلوب طرحها باللغة العربية الفصحة جعلت منها صفحة مميزة وغريبة بيبلغ حالياً عدد مشتركين قناته على يوتيوب أكثر من 334 ألف مشترك من مختلف الأقطار العربية أما أجمال عدد المشاهدات فبلغت حتى اللحظة 34.5 مليون متابع فضلاً استخدام لمنصات تواصل اجتماعية تانية مثل فيسبوك وإنستجرام بهدف زيادة تفاعل الجمهور والمتابعين وعن رأي معتصم بموضوع اليوتيوب والانتشار الخارجي فعبر بقوله أن وقتنا الحالي هو للإعلام الرقمي خصوصاً أن كثير من المواهب العربية نجحت في اكتشاف نفسها من خلال هالمنصة يلي كسرت القيود المفروضة من قبل الإعلام العربي والحكومي وقدمت أشخاص خارج الاستقطاب العربي مباراة ثانية مثيرة للجدل تحكيمياً حتى هذا اليوم عموماً التحكيم مشهور